أربعة مواعيد فشلت فيها القوى السياسية للخروج بصيغة نهائية ترجح فيها كفة التصويت على الموازنة وهو ما أعربت عنه السلطات السياسية في كردستان برفض ما حدث من تغييرات في مشروع القانون تحديداً البيان الذي أصدره رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حول تغييرات التي مست فقرات مشروع القانون والمرتبطة بالحقوق الدستورية للإقليم وأقدمت اللجنة المالية في البرلمان على تعديل مواد في الموازنة تتعلق بحصة كردستان مثل تسليم الإيرادات قبل الحصول على الحصة وإداع الأموال في البنك المركزي ومنع استخراج النفط من حقول كاركوك ونينوة المناقشات التي أجرتها المالية النيابية بشأن بعض فقرات القانون خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير النفط الإقليم أغضبة الكرد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة وهو الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي وعلى ما يبدو فإن لسان الاقتصاديين المراقبين لتفاصيل الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد والتي سجلت أكثر من 179 تريليون دينار حملت في طياتها إخفاقاً في تحقيق بعض مطالب المحافظات كتلك المنتجة للنفط أي بمعنى أن معضلة اعتراض الإقليم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في حال استمرار تأكيد سياسي من أربيل على أن تغييرات الموازنة خرجت عن اتفاق تشكيل الحكومة وما خلص إليه اتلاف إدارة الدولة نائب رئيس البرلمان القيادي في حزب البرزاني شاخوان عبدالله أكد أن الكرد لن يسمح بعقد جلسة التصويت على الموازنة في حال تعديل المادتين الثالث عشر والرابع عشر من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات الإقليم وهو ما يهشم نتاج الحوار بين الحكومتين والذي دام لعدة أشهر إخفاق تنفيذي وتشريعي جديد يعرقل تحقيق الحكومة لوعودها في المنهاج الوزري أما لسان حل الشارع فيتضاف إلى حجم المراقبة لحكومة السوداني فيما إذا كانت الموازنة ستلبي معادلة إيجاد الحلول في حال صدورها لطالما أنها حملت مشكلات مفصلية وهي لم تخرج للعلن بعد